صباح الخير او مساء الخير اين كانت سوقية اللي انتم تسمعوا فيه الفيديو. اه برحب بالمشتركين معي في القناة تمام برحب بالمشتركين الجديد وبقول لكم اهلا وسهلا. اه بقول لك لو انت لسه جديد اتفضل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اه هنقول النهاردة الكراءة العاطفية لموليد برج العزراء. انت شايفك? انت قافل على مشاعرك. انت قافل على قلبك. اه طقتك الاول انت بتبص اه بتبص على حياتك ممكن تكون قبل كده. بتبص على حياتك او بتبص على الوضع. يعني ممكن انا شايفك اه في وضع يعني ممكن اسميه بينهار يعني. اه دي الطاقة اللي موجودة قدامي حاليا. اه فانا شايفة طقتك انت العامة يا برج العزراء بتبص عليه. اه انت نفسك تنتصر. انت كنت في علاقة حب حلوة جدا. انت عايزها ترجع تاني. بتحاول وبتجاهد ان العلاقة دي اه ترجع تاني. هو ده. دي الطاقة اللي موجودة بتاعتك في الفترة الحالية. الطاقات اللي موجودة في القراءة قبل ما انسى. اه انا شايفة معاك الطاقة النارية. كتير. الهوائية. اه النارية الهوائية. اه والمائية. بسيط معاك ترابية. يعني اولي الاوي. الابراج اللي موجودة. اه شايفة برج الدلو برج السرطان. اه برج الجوزاء. اه برج العزراء. انت ممكن تكون شركة كمان عزراء. برج لو شفت اي حاجة تاني برضو هقول دي الطاقات اللي موجودة والابراج اللي موجودة. انا شايفك اه حاليا كمان انت انت غامض انت يعني انت عندك سكون غريب في الفترة دي يعني. انت زعلين. اه شايفة في رحيل. اه شايفة في حياة يعني اه يعني فيها يعني بتنهار. اه انت ثابت اه عندك حاجات ممكن تعملها. اه بس انت ممكن تكون مستني. مستني الطرف التاني تشوف هيعمل ايه? مستني تشوفه هيقدم ايه? انت عندك اللي تقدمه. مستني تشوف الطرف التاني يعمل ايه? ومش عايز تشوف اي حاجة تاني غير كده. يعني انت حاطط اه ان الطرف التاني اه هو اللي لازم يعمل حاجة للعلاقة. اه انت تستحق اه منه كده. اه يعني انا شايفك هنا كمان اه عايش يعني الوضع بتاعك وضع ممتاز جدا يعني. انت عندك تعب قاص. اه بس انت مش مبين. يعني انت مخلي نفسك اه في وضع اه الكوين. اه شخصية قوية. اه بتقدر تسيطر بتقدر اه تفكر كويس. اه اه يعني حاسس ان انت تقدر اه تدير العلاقة بشكل كويس. اه ممكن كمان اه يعني تكون بتتعامل مع حد مع شريك. يكون مندفع او متهور. اه لكن انت شايفك برج العزراء بالنسبة المتزوجين شايفك قادر تسيطر على الوضع في العلاقة. اه بشكل كبير. يعني هادي وراكز وعائل حاجات كتير كده كلها حلوة. اه في نفس الوقت انت في حاجة في دماغك. لو الحاجة دي ما تنفذتش. انت قايل انك انت هتسيب كل حاجة وتمشي. لو الحاجة اللي في دماغك دي ما تعملتش. يعني انت عايز اا يعني ليك طلبات او اا او او في حاجات معينة عايز تشوفها من الشريك معاك. انت قايل لو ما تعملتش انت هتمشي. اا الحاجة دي انت بتتمنها يعني انت انت حاسس ان نجاح العلاقة هيكون بوجود يعني بتصليح الشريك في الحاجة اللي انت شايفه غلط فيها. او ان انت تنهي العلاقة وتمشي خالص. اا شايفة هنا للبعض منكم في اا ممكن يكون في طرف تالت. في طرف تالت. اا في طرف تالت ممكن يسبب بهدم العلاقة دي. اا فيه غموط في العلاقة دي. يعني ممكن اا انت او او الطرف التاني مش مش قادر يتوصل لحاجة لحاجة اساسية في موضوع الطرف التالت ده. اا لكن في طرف طرف تالت ممكن يتسبب اا في هدم العلاقة دي. اا نشوف الطرف التاني ايه تفكيره. الطرف التاني انا شايفه بعد. بالنسبة المتزوجين انا شايفة الطرف التاني بعد. اا عايز يفكر بعد وندمين. ندمين على زواج وعلى اسرة وكده وممكن يكون مسافر ممكن تكون انت من بلد وهو من بلد او يكون عايز يسافر. عايز يبعد اكتر. اا شايفة اا شايفة الطرف التاني منكسر حزين زعلان اا اا وكأنه بعد او مشي بس مهزوم. يعني مهزوم محاسس. اا حاسس بخساره. اا العلاقة او عند بعضكم العلاقة فيها طرف تالت. اا فيها حد بيدافع عن نفسه وعن مشاعره وعن بيته وعن حياته. اا فيها حيرة. اا وفيها غموط كتير. يعني كتير ممكن يكون فيها شكوك. اا ممكن الطرف التالت داي يكون عندك انت يا برج العزراء. والحبيب عندك او الشريك يكون بيشك او بي او او حاسس او انت تكون بتشك فيه او حاسس بحاجة. فيه ايوة خداع في غموط. اا في طرف تالت. اا الشريك كمان انا شايفه حذر. يعني ممكن يكون عارف شوية اللي بيدور في جماغك هو حذر منك شوية. في حب او في حب. اا بيفكر فيك كتير. اا بيفكر في حل للعلاقة دي. اا يعني انتو تقريبا ممكن تكونوا مرتبطين بقالكو كتير علاقة علاقة روحية بينكو قوية. اا بس بعضكو يعني انا اسفا برج العزراء ممكن يكون للبعض انت برج العزراء انت اللي عملت حاجة في الشريك. انت بعت انت غدرت انت اا اا خدعت شريك زعلان اا تعبين بيدافع عن نفسه اا بيدافع عن مشاعره بيدافع عن الحياة بيدافع عن حاجات كتير فانا شايفة ممكن يكون للبعض. اا برج العزراء انت او هو الشريك شايفك كده انك انت غدرت بحب بحياة بعلاقة وبحاجات كتير وشايفة في طرف تالس يا جماعة في العلاقة دي. اا النصيحة بتاعتك. اا يعني انت محتاج تكون صريح مع نفسك برج العزراء محتاج تكون صريح مع نفسك. اا محتاج اا تشوف الامور اا بشكل اوضح اا تفكر بحكمة وعقل اا تبعد ولو حاجة زي يعني بص هنا النصيحة مشية مع القراءة. القراءة هنا كان فيها غموض كتير في حاجات مش معروفة اا مش معروفة كتير. هنا بيقول لك انك اا بتفيد تفكيرك بعقلك تقدر تنور لنفتك الطريق والحاجات اللي انت ما تعرفهاش اا هتعرفها. يعني في حاجات انت ما تعرفهاش هتعرفها قريب. ولو الشريك هو اللي في حاجات ما يعرفهاش هيعرفها قريب ان شاء الله. ده بالنسبة للمتزوجين من برج العزراء. نروح للمنفصلين والمطلقين من مواليك برج العزراء. الكراءة للمنفصلين والمطلقين من برج العزراء تقطك في الاول يا برج العزراء منفصلين ومطلقين انا شايفها بعض اا ممكن لبعض يكون اا الطرف اللي انت منفصل عنه اا يكون مسافر او تكون في علاقة حبة مع حد مسافر بس انا شايفة آآ رحيل يعني فيه حزن وفيه انقطاع يعني فيه انقطاع تواصل تماما بالنسبة لك لبرج العزراء مطلقين ومنفصلين آآ شايفك آآ في الوضع الحالي آآ في حاجات كتير جدا انت بتفكر فيها يعني مش في الوضع الحالي في الماضي القراءة عشان تكونوا عارفين هتكون ماضي حاضر مستقبل بازن الله اللي ماضي انت آآ يعني شايفة كان فيه علاقة حب فيها تفاهم كتير آآ شايفة آآ طرف بعد شايفة فيه غدر آآ شايفة آآ طرف يا برج العزراء دوت انت شايفك مجروح كتير جدا من حاجات كتير وحصلت مش حاجة واحدة بس علاقة شايفك خارج من علاقة علاقة كان فيها حب آآ لكن كان فيها صعوبات كتير جدا انت مرت بيها آآ كمان آآ انت كنت يعني زي ما تكون ممشي العلاقة بال بالصبر يعني مش اكتر يعني انت مكنش بتعمل اي حاجة في العلاقة آآ انت كمان ممكن تكون شايف ان انت تكون قدمت فيها كتير ممكن ده حب حياتك يعني ممكن تكون علاقة قوية بقالها سنين او هو ده الحب اللي في حياتك اللي مفيش غيره آآ شايفاتكم انت في وضع متكتف آآ ممكن يكون بعضكم كمان تعرض لسرقة او لغدر يعني في الغالب هي سرقة ممكن السرقة على فكرة تكون سرقة مشاعر سرقة عمر سرقة آآ آآ حياة يعني حاجات كويسة في حياتك مش شرط تكون آآ سرقة بس مادية آآ في الوقت الحاضر انا شايفاك بتشيل مسئولية كبيرة جدا يا برج العزراء عندك حمل كبير مضغوط آآ واقف في مكانك رغم انك عندك حاجات كويسة كتير قوي ممكن تقدمها بس واقف في مكانك بسبب الحمل الكبير والتقيل اللي عندك ده انت مش قادر تتحرك مش قادر تعمل حاجة آآ بيبص على الماضي آآ شايفا بعضكم بيبص على الماضي ومستني علاقة من الماضي والبعض التاني عايز علاقة جديدة تماما ومش عايز يفتكر الماضي باي شكل خالص يعني لقدام لقدام ده وضعك الحالي بتكلم عن وضعك الحالي لحد دلوقتي آآ وضعك الحالي كمان ممكن يكون بعضكم دخل في ارتباط ممكن يكون بعضكم آآ عايز يدخل في ارتباط جديد لان شايفا برضو هنا انت بتسيب الماضي يعني انت ميدي دهركت الماضي آآ وعايز تدخل في علاقة حب جديدة وفي ارتباط جديد وبتفكر آآ ممكن بعضكم يكون واخد وقت مع نفسه انه يفكر في في العلاقة جديدة دي آآ شايفا للبعض منكم ومنفصلين مطلقين شايفا في علاقة زواج آآ شايفا في زواج كزا كارت زواج شايفا في رجوع آآ شايفا في انهاء علاقة آآ كانت صعبة جدا بالنسبة لك يعني انا شايفا في هنا يعني انت مريت بالزات في علاقة فيها خدعة فيها سرقة آآ فشايفا هنا انت بتكرر تنهي علاقة او في علاقة انت مش عايز ترجع لها آآ الطرف التاني بالنسبة آآ هنتكلم الاول عن المستقبل وبعد كده نشوف الطرف التاني لو انت عايز تعرف هو بيفكر في ايه آآ المستقبل انا شايفا عندك فيه اعلاقة حب آآ يعني رومانسية جدا يعني فيها حب آآ تفاهم آآ يعني فيها حاجات كتير انت بتتمنيها وممكن دي تكون رجوع على فكرة لاني شايفا آآ اللي بعدها آآ شايفاك منتصر منتصر والانتصار ده آآ واضح لكل الناس يعني مش انتصار بينك وبين نفسك بينك وبين الشريك لأ انتصار واضح جدا لكل اللي حواليك وكمان هيبقوا فرحانين بيه وفخرين بالانتصار ده يعني انا شايفا ناس كتير بتهنيك بتهنيك على آآ زواج ارتباط آآ او رجوعك للطرف التاني آآ وممكن يكون رجوع للطرف التاني لان انا شايفاك هنا برضو البعض لسه بيبص عليه شايفا وضعك هيكون مستقر جدا آآ في المرحلة اللي جاية شايفا وضع مستقر آآ يعني آآ بعد كتير لغبطة انت هتقدر آآ يعني تسيطر على حياتك على امورك مش هتبقى متردد تاني ولا خايف تاني لأ انت واقف وعارف انت بتعمل ايه وكمان كأنك عرفت ايه آآ كأنك عرفت اللعبة بتتلاعب ازاي يعني خلاص انت بقيت تساكت وبقيت عايز تدخل جوه تفكير الطرف التاني او الشخص اللي قدامك فانت مش هيتضحك عليك تاني بالنسبالك انت برج العزراء آآ الطرف التاني انا شايفا يعني قافل على مشاعره مش آآ مبين ان هو يعني مش عايز يتواصل آآ او آآ بس الطرف التاني على فكرة يا برج العزراء برضو ممكن يكون للبعض منكم هو يكون عايز العدل معك يعني عايزك تفكر بعقلك وتاخد حل عادل بالنسبة لموضوع الانفصال انه ممكن يكون بعضكو فيه انفصال آآ بس من غير طلاقة آآ وعلى فكرة هو اللي بعضكو عشان كده بقى عشان كده في رجوع هو فعلا بيشتغل على حاجة في العلاقة آآ كمان آآ في حب عنده عنده حب ليك كبير بيحلم بان انتو تبقوا مع بعض تاني آآ وبيشتغل على العلاقة وفيه ممكن يكون في حاجات بيعملها آآ بيعني بيكذبك باي نوع من انواع الحاجات يعني في حاجات بيعملها او حيل المهم يعني ان هو يعني ممكن يرجع لك بس الطرق كده مش مش مباشرة يعني مش جاي لك هو صريح لا آآ فيه طرق كده مش مباشرة لكن في حب آآ في حب وفيه آآ وفيه يعني طرف بيطالب بالعدل وآآ فيه ان هو مسيطر على مشاعره ومسيطر على قلبه آآ علشان ما يزهرش ضعف ده ممكن هو مش عايز يزهر ضعف لان فيه حب كبير جدا مش عايز يزهر ضعف وعايز يكون فيه رجوع بس بطرق تانية غير آآ مباشرة النصيحة بتاعتك بالنسبة آآ لبرج آآ بالنسبة لبرج العزراء آآ انت عندك بداية جديدة فيه علاقة انتهت فيه علاقة انتهت بالفعل آآ فيه بعدها بداية جديدة الاسوفوردس آآ حاول في البدايات الجديدة تغير من طبعك ومن شخصيتك حاول تكون غامض آآ حاول تكون بتسيطر على مشاعرك آآ الحاجات اللي كنت بتعملها ما تعملهاش آآ آآ اتعامل يعني الكاهنة دي بتقولك يعني انك تاخد الوضع ده بتاع الكاهنة اللي هو انت انت بتقدر تسيطر على مشاعرك بتقدر تتصرف بعقلك آآ مش 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 اندفاعي ومشاعرنا ما ندهاش لأي حد وكمان مطلوب منك يكون عندك شوية غموط يعني ما تبقاش واضح قوي كده لأ خلي عندك شوية غموط ده احتفظ بيوم لنفسك عشان دايما تكون آآ يعني جذاب آآ للطرف التاني اه الابراج اللي موجودة يعني هقول الاولى התاقات اللي موجودة actuات اللي موجودة في الساقات النارية طاقة مئئية آآ هوائية كتير عندك هوائية. والطاقة الترابية. الابراج شايفة معيك السور شايفة معيك آآ شايفة معك آآ الميزان شايفة معيك آآ السارطان الاسد اا العقرب ابراج كتير موجودة معيك يا برج العزراء دي الابراج اللي انا شفتاها برج الحمل كمان موجود معيك برج العزراء زيك موجود معيك اا بتوفيق للجميع ان شاء الله اا ونروح للعازبين والغير مرتبطين من برج العزراء الكراءة اا كراءة شهر اغسطس بالنسبة للعازبين والغير مرتبطين اا ماضي حاضر مستقبل انا شايفك في الماضي انت يعني كنت حد مبسوط قوي سعيد فرحان اا كمان شايفك كنت في علاقة حب بعضكم اا ممكن تكون اا كنت اا يعني طرف تلت في علاقة حب انت تكون فيها طرف تلت او في علاقة حب اا دخلها طرف تلت لكن انا شايفك انت في الاول انت كنت مبسوط كنت سعيد اا عايش حياتك بشكل كويس اا اا حبيت شخص شايفه فيه في حياتك شخص انت كنت عايز تفوز به فعشان كده كمان ده بيأكد وجود الطرف التالت انت كنت عايز انت اللي تفوز بالشخص ده اا اا شايفه لبعضكم العلاقة دي اا اتهدت احتمال اتهدت يعني من من بدايتها اا فيه كتير اا يعني فيه كتير اا في الكراءة بتاعتكم يعني اا انت كنت ايه يعني انت كنت حذر على فكرة انت كنت في علاقة انت كنت فيها طرف تلت التقات الموجودة انا شايفة تقات نارية موجودة معك كتير في الكراءة بالنسبة اللي عزبين وغير مرتبطين النارية كتير جدا معاك والترابية والهوائية بسيط وفي مائية الابراج اللي موجودة معاك عقرب حمل اسد سور عزراء الاسد جاي لك كتير ابراج كتير موجودة سرطان المهم انت كنت في علاقة انت كنت عايز تفوز فيها بالطرف ده لكن انت يعني شايفة البعض ممكن يكون خرج خسران او الطرف التاني هو اللي خرج خسران من العلاقة اه فيه انسحاب وفيه رحيل اه شايفة طرف التاني او انت دفعت عن نفسك قدامه بسبب العلاقة السلسية دي اه وبعدها كان فيه الانفصال او انقطاع العلاقة اه انت بعضوك العلاقة دي انت مستني فيها تواصل يعني مستني ان هي ترجع تاني بتفكر فيها بتبص عليها حاسس ان انت وقتها كنت عايش حالة حب حلوة قوي عايز ترجع لها تاني اه شايفة الطرف التاني ام يعني باصس له قدام غير وجهته ادى ظهره يعني عايز يعني بعد تفكير على فكرة يعني بعد تفكير وبعد موازن اموره انا شايفة الطرف التاني اه بعد اه العلاقة دي ممكن تكون اه انتهت بسبب كده يعني هي في حاجة اتعرفت في حاجة اه اتعرفت او بقت معروفة لناس حواليكم اه الوقت الحاضر انت يعني حاسس انك شايل حمل كبير جدا فوق طقتك اه يعني بتحب الطرف التاني ده في عندك حب كبير جدا ليه اه اه لكن انت اه مش قادر تشوف انت باصس على العلاقة وباصس على كل اللي كان بيحصل فيها عمال تفتكر في الزكريات ومش قادر تشوف اي حاجة تاني حواليك اه في عندك اعلاقة حب جديدة اه انت كمان عندك اللي يتقدمه بس انت واقف في مكانك انت مستني حد معين هو اللي تكون معاه او هو اللي يجي ويكلمك اه على فكرة الحد ده ممكن يرجع وممكن يجي ويكلمك لان هنا بيقول لك انك انت تصبر وان فيه عرض هيجيه لك وان انت الانتصار او الفوز اللي انت كنت بتحلم به او بتتمنيه في بداية العلاقة اه هيتحقق لك ان شاء الله اه اه في المستقبل اه شايفه بعد اه رحيل بعضوكو فيه عند دول العزبين والغير مرتبطين فيه عندك ارتباط اه بس شايفك في الارتباط ده هتبقى قافل على قلبك شوية محافظ على مشاعرك شوية مش هتبقى اه بنفس العفوية ونفس الانطلاق اللي اللي انت كنت فيه مسلا في علاقة قبل كده يعني مش هتكون لكن فيه علاقة زواج وعلاقة زواج سعيد كمان اه فيه زواج فيه زواج وبقوة اه فيه زواج اه واللي فيه رجوع لعلاقة قديمة اه ممكن يكون فيه رجوع لعلاقة قديمة وحياة سعيدة في علاقة كانت موجودة في الماضي اه انت كنت افتكرت ان هي خلاص دي مش هترجع تاني لكن فيه زواج وبعد استشفاء ان شاء الله انت محتاج ان انت تاخد وقت مع نفسك او ممكن الطرف التاني لو انت زالين انت وحد يكون في حالة استشفاء او بياخد وقت مع نفسه وبعد كده هيجي وهيكلمك اه فيه زواج اه بعدوك على فكرة ممكن يكون محتار بين شخصين ممكن يكون عنده اختيارين اه محتار بينهم اه لكن هتقدر تقرر وهتقدر تختار انا شايفة العلاقتين اللي انت محتار بينهم الاتنين حب والاتنين ارتباط والاتنين زواج اه فهنا القرار هيكون في ايدك انت يعني اه بس حاول تطلع من حالة الحزن والاكتئاب انت عندك حزن والاكتئاب اه فكر اه يعني ازاي تخلي يعني يعني هنا بيقولك انه اه انت قرزي فيه عندك علاقة فعلا انتهت في علاقة انتهت خالص انت حزين جدا بسببها بس فكر بحكمة اه تفكير بحكمة هيفيدك في انك انت تعرف اللي حصل ده حصل ليه اه عشان تقدر توصل لحلول اه فيما بعد اه شايفة كمان اه بالنسبة للمصيحة بتاعتك اه انك ما تترددش بليش تتردد حاول تاخد قراراتك اه بشكل واضح وبشكل سريع وبشكل قاطع يعني ما تقولش كلام وترجع فيه او تقول حاجة وتغيرها او كل شوية تبقى بحيل حاول تسيطر على مشاعرك وتوازن بينها اه عندك اه لو انت عملت كده انت عندك علاقة حب قوية جدا في المرحلة اللي جاية اه انت اللي في ايدك تنجاحا ده بالنسبة لبورج العزرق شكرا